بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جوبشتبين ده الكائن بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجاذة ده السطر الاولاني السطر التاني public class BBBB قلنا ان ده اسم البرنامج وممكن يتغير اتحط اسم حسن محمد مونة كمال علي وفاء اي اسم اعجبك ثلاثة بما ان انا كتبت اسم البرنامج بفتح قوس لمين ايه قوس المجموعة لاسم البرنامج او اسم class اربعة الدل الرأسي public static void main strange arches ودي الدل الرأسية بتاعت برنامج الشافة اذا ما اتكلمت عن دلة فوق كان class الدلة ده فئة فتحت الاقوس برضو في الدل الرأسية لازم افتح الاقوس رقم 5 السطر 6 ده البرنامج ياخد بقى سطرين ياخد ثلاثة ياخد عشرة سطور يبقى من اول السطر 6 ده البرنامج بتاعنا كامل احنا هنا كنا برضو بناخد مثال 6G option بين show message dialogue null هلو ايجبت وعاوز افرق تاني بوضح تاني ايه الفرق ما بين j option بين show message dialogue و j option بين j ايوة input dialogue input dialogue معناها مربع حوال لعملية الدخل show message dialogue ما مربع حوال لعملية الخارج السطر 7 بقى في الاقوس بتاع رقم 5 السطر 8 بقى في الاقوس بتاع رقم 3 ده الشكل العام لأي برنامج java نكمل قاعة سويتش المثال بيقول لي المطلوب كتابة برنامج بلغة java يطبع جمل ترحيب مختلفة باللغة العربية 4-5 جمل عايز اكتبهم باللغة العربية اذا تم الضغط على احد الارقام منين من لوحة المفاتيح باستخدام ده اللي السويتش ايش معنى ده اللي السويتش لانه قال لي عندي كذا جمل الترحيب اهلا مرحبا وسهلا بكم السلام عليكم الى اللقاء بما ان احنا بدأنا بقى نكتب اكتر من 2-3 شروط 3-4 مقارنات وانده بنستخدم قاعدة ايه قاعدة السويتش لو اف هنقول اف لو دي مثلا رقم واحد قول السلام عليكم تاب ايلس لو دي اف رقم اتنين هنقول مثلا ايه اللقاء 3-F ايلس وهكذا فا اف هنا هتكتر معايا عشان ما نخترش اف معايا فانده بناخد مين قاعدة السويتش سهلة و بسيطة في المقارنات الاكتر من 3 فهنا البرنامج تاني بيقول ايه المطلوب كتابة برنامج باللغة اجابة يطبع جمل ترحيب مختلفة يعني اكتر من جمل الترحيب بس بايه باللغة العربية اذا تم الضغط على احد الارقام صفري اكتب ايه واحد اكتب ايه اتنين اكتب ايه واكذا من لوحة المفاتيح باستخدام مين دالة السويتش نبصع برنامج كده مع بعض نمر واحد ودي الدالة بتاعتنا العادية خالص البرنامج الرئيسي بتاعنا بتاعتبت برنامج الجافا نمر واحد import جافا اكس swing geoption bin وانا ده الكائن الكبير او الكائن بتاع مكتبة الجافا الكبيرة اتنين public class b, 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 b وده اسم مين ايوا ده اسم البرنامج ثلاثة بفتح القوز بتاع اسم البرنامج أربعة الدلال الرأسية public static void main strange artist الدلال الرأسية بتاع البرنامج الجافة خمسة بفتح القوز بتاع الدلال الرأسية وأن الأول خمس طور دول سبتين في أي برنامج نبدأ ستة بداية البرنامج بتاعنا أنا عندي إيه؟ أنا عندي أرقام أي رقم من صفة 2-3-4 لحد ما هنشوف هنكتب من أول كام من أول 1 أو 2 أو 3 زي ما أنا عايز زي ما أنا عايز زي ما أنا هبدأ من كام هنشوف عندي جمل جمل الترحيب هتوقف عدد المتغيرات اللي عندي عدد الدخول اللي عندي عدد الأرقام اللي عندي على جمل الترحيب وما كام جمل ستة int q أنا عرفت المتغير q إنه متغير صحيح عن طريق كلمة int وإنه إنت قبل كده معناها integer وبما إنه هو قال لي هنكتب عن طريقة المفاتيح فلازم أعمل جملة إدخال اللي هي الصد رقم 7 7 بتقول لي إيه؟ q بتساوي integer بيأكد أهو إنه q متغير صحيح يعني متغير صحيح؟ يعني متغير بدون علامة عشرية نقطة bears integer الإدخال بتاعك أهو بيأكد عليه؟ إنه integer صحيح مش متغير صحيح مش حقيقي g option بين الكائن بتاعنا إيه؟ آي با شو input dialogue إيه الدخل اللي إنت عايز تدخله؟ في الإخراج شو مسيج dialogue في الإدخال شو input dialogue لازم نأكد عن معلومة دي كويس أولا يبقى في الإدخال شو input إيه؟ dialogue هنكتب إيه في الإدخال؟ أدخل الرقم اللي إنت عايز تكتبه 1, 2, 3, 10, 50 زي ما هنأخذ في برنامج ديوقتي الشروط اللي عندي يبقى الصفحة دي بتقول لي إيه؟ 5 طريق قوانين بتاع برنامج الجافا 1 import java x string option بين الكائن بتاع مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافا 2 public class b, 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 b وده اسم البرنامج أنا سميته 5 بين أنا حر 3 فتح الكوز بتاع اسم البرنامج 4 public static void main strange artist ده الرئاسية بتاع برنامج الجافا 5 الكوز بتاع برنامج الدل الرئاسية 6 هيبدأ برنامج بتاعي بقى 6 int q بعرف q انها متغير صحيح بدون علامة عشرية 7 بدخله عن طريق روحة المفاتيح يبقى 7 يعني عملية الدخال عن طريق مين؟ عن طريق روحة المفاتيح q بتساوي integer يعني q صحيح burst integer g option بين أي جمة الادخال ايه هي؟ أيوة show input dialog ده جمة الادخال تبكت بقى في جمة الادخال بقى منها عن طين تنصيص ادخل الرقم ده الجزء بتاع مين؟ بتاع q وبتاع ازاي ادخل عن طريق لوحة المفاتيح نكمل بقى قاعة switch بتاعت هبدأ رسط رقم 8 switch a switch q الحالة بتاعت اسمها ايه؟ اسمها q طيب q عندها كم حالة؟ نبص مع بعض سطر 8 switch q بقى من فتحت القوس بتاع مين؟ اه بتاع switch لازم نتقف ان خباننا كويس قوي انا فتحت قوس لكتابة الاسم فتحت قوس للدلال رقصية فتحت قوس لمين؟ اه يفتحت قوس كمان للswitch عند ثلاث اقواس ما ننساش ان دول ثلاث اقواس هيتقفلوا مع نهاية البرنامج السطر اللي بعد كده بعد switch الكيس رقم كام اه كيس رقم واحد يبقى اول حالة عندي يبقى انا بدق بكيس رقم كم كده؟ الحالة رقم كام عندي رقم واحد جي اوبشن بين شو ميسيج ديالوج ايه جملة الاخراج هتكتب ايه؟ لونا ادخلت لك الرقم واحد تكتب اع الشاشة هترحب ايه بالزبط هرحب بكلمة ايه؟ ناخد مانا كده نال كلمة ايه؟ السلام عليكم يبقى ازا انا دخلت الرقم واحد هيكتب اع الشاشة ايه؟ السلام عليكم دي اول جملة ترحيب يبقى عندي كامل جملة ترحيب كده لحد الوقت هي جملة واحدة واتفقنا بعد ما اعمل اخراج للكيس بعمل لها كلمة بريك بريك يعني الكيس دي خلصت الحالة دي خلصت طيب لو مش رقم واحد نخش على رقم كام؟ اتنين السلط اللي بعده كيس رقم اتنين بتقول لي ايه؟ جي اوبشن بين شو ميسيج جالو هايكتب ايه في جلمة الترحيب التانية ايه و هايكتب ايه؟ مرحبا عرفت منين؟ هي الكلمة او الجملة اللي ما بين على متى التنصيص في كيس رقم اتنين بتقول لي جي اوبشن بين شو ميسيج دياولوج هتكتب ايه في الاخراج بتاعك؟ مرحبا يبقى ما تجيه لرقم اتنين هكتب كلمة مرحبا بعدين خلصت الكيس دي الحالة التانية خلصت بكتب كلمة بريك لانهاية الكيس رقم اتنين طيب الكيس رقم تلاتة السطر اللي بعده كيس ري بتقول لي ايه كيس ري تالتة بتقول لي ايه يعني رقم التالت بالنسبة لي لو دخلت تالتة هيقول لي ايه جي اوبشن بين شو ميسج ديالوج نال لجملة الخلاك في المنتصف اكتب ايه بقى لو دخلت رقم تلاتة اكتب كلمة ايه او جملة ايه كيف حالك يبقى رقم تلاتة اكتب ايه كيف حالك انا دخلت العدد تلاتة هيكتب لي في الخارج كيف حالك بعدين بريك بريك دي معناها ايه ان الحالة دي انتهت كده عندي كم مقارنة تلاتة طب اذا كان دول ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة هنكتب كلمة ايه ديفولت ديفولت معناها ايه قلنا ديفولت اذا حالات الكيس اللي عندي كلها خلصت اذا حالات بتاعت المقارنة كلها خلصت بكتب ديفولت وتبقى دي الحالة اللي بعد كده اللي مش موجودة في التلاتة اللي مش موجودة في كم المقارنة كلها يعني لو عندي مقارنتين يبقى كيس واحد وكيس اتنين بعدها كلمة ديفولت لو ما تحققش ده او ما تحققش ده يبقى ايه الجديد لو عنده تعالى تتخل لعضي موجود دلوقتي الحل الى ونية ما حققتش طيب الثانية ما تحققتش طيب التالتة ما تحققتش اعمل كلمة gue dvlt تبعى من الحل الصديح معاية الحل رقم 4 فانا هنا عند الثات حلات الحل القرونية اذا كتبت م Reid اكتب السلام عليكم طيب اذا كتبت اتنين اكتب كلمة مرحبا طيب اذا كتبت ثلاثه هكتب ايه كيف حاقولك ايodes الغالية واحد ولا اتنين ولا ثلاثه هيكتب ايه يبقى دي المنقرنة هنا ناخد بالنا كويس قوي انا قرنت الحالة الاولانية هكتب السلام عليكم اذا دخلت الرقم واحد طيب معاش رقم واحد طلعت الجملة ده غلط مش واحد اللي دخل اتنين مثلا اكتب ايه ايه اكتب مرحبا طيب مش اتنين الرقم اللي دخل تلاتة مثلا هكتب ايه كيف حالك طيب ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة اربعة خمسة ستة اي حاجة بالسسناء واحد لتلاتة صفر مثلا هيكتب ايه نبص مع بعض بكده هيكتب ايه يبقى كلمة default بتيجي اذا الحالات القديمة كلها ما تحققتش هيتحقق اللي بعد default على طول الوسط اللي بعدها على طول G option pane show message dialog null هيكتب ايه ايه وهيكتب الى اللقاء يعني زي ولا واحد حققت ولا كان واحد ولا اتنين ولا تلاتة اي رقم غير دول هيكتب كلمة ايه الى اللقاء خمسة عشر او وسط اللي بعد كده انا بقفل الكوز بتاع المجموعة لو بتاع سويتش كس رقم واحد بعدين نقفل الكوز بتاع دل رأسية رقم اتنين بعدين نقفل الكوز بتاع مين ايه بتاع اسم الدلة رقم ثلاثة نقول صفحة دي تانى عشان نفهمها اول حاجة عندي سويتش ايه سويتش كيو انه سويتش كيو دي الحالات بتاعتي اللي انا مسميها المتغير كيو ومتفيني ان كيو ده رقم صحيح يعني رقم بدون علامة عشرية فتحت كوز المجموعة بتاع مين ايه بتاع سويتش وده تالت كوز فتحته نبقى في حالات سويتش الحالة اللونية الكيس رقم واحد اللي هي كيس ممبر وان جي اوبشن بين شو مسج جالوك هتكتب ايه في رقم واحد كاتب ايه بقى هوات ايوة السلام عليكم يبدأ بغط رقم واحد بالكيبورد هيكديني كلمة ايه السلام عليكم شالسة من الكيس زيت اكتب كلمة بريك وبريك معناها ان الحالة دي خلصت لو صح هتطلع للنتيجة وخلاص ونخرص البرنامج مصطح هيخش على ايوة هيخش على الحالة اللي بعد كده الحال بعد كده لها الكيس رقم تو كيس اتنين بتقول لي ايه جي اوبشن بين شو مسج ديالوج ايه جومة الخارج بتاعتك اللي بعد كلمة نال ايوة كلمة مرحبا يبقى اذا دخلت العدد اتنين هيكتب للشاشة تكتب لي ايه كلمة مرحبا طب الكيس زيت خلصت ما ننساش هازي ما كتب كلمة بريك لو نسينا نكتب كلمة بريك هيرجي على السطر البعد وهيدينا خطأ الخطأ اللي عندك ان الحالة دي ما خلصتش ما خلصتش ليه ان نسيت تكتب كلمة بريك حتى الفصل منقوطة اللي قبل كلمة بريك دي بتنهي الكيس طب اللي نفود اكتب بعد الكيس بريك برضو اكتب بعدها ايه فصل منقوطة احنا مكتفيني قبل كده ان الفصل منقوطة والسيمة كولون بتاعتنا ديت ايه عملية ايه ايه عملية انتهاء سط وبداية سطر جديد فكل نهاية حالة لازم اعمل الفصل منقوط السيمة كولون عشان دي اقول بعد كده سطر جديد والبريك برضو بعدها ايه سيمة كولون بعدها برضو سطر جديد الحالة نمبر سي الحالة التالتة اللي هي كيس ري بتقول لي ايه جي اوبشن بين شو ميسج ديالوج ايه جملة اخراج اللي عندك بعد كلمة نال كيف حالك يبقى لو دخلت العدد تلاتة هيكتب لي جملة ايه كيف حالك خلوص القيس التالتة برضو بكتب كلمة بريك طب لو هي واحد ولا هي اثنين ولا هي تلاتة اي رقم خلاف دول بكتب كلمة ايه ديفولت ديفولت معالا الكل اللي فو ده ما تحققش اتحقق ما بعد ديفولت مباشرة اللي بعد ديفولتا بقى كاتب ايه بعد ديفولتا هو كاتب جي اوبشن بين شو ميسج هتكتب ايه لو ما بجاش حاجة من ثلات اللي فوئت اللي فاتت دهولت اكتب كلمة الى اللقاء لما بين علامتين تنصيص بعدين خمس واشر قفلت الكوز بتاع سويتش وقفلت الكوز بتاع دالة الرأسية وقفلت الكوز بتاع اسم البرنامج اللي هو البي بي 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 طيب نشوف هل الكلام ده صح والله غلط ندخل ملا رقم ونشوف هيقول لنا ايه انا جردت اول مرة دخلت رقم كام واحد واحد كان نكاتب ايه ايه احنا قلنا لو دخل الرقم واحد يكتب كلمة ايه السلام عليكم نشوف كده يخرج ايه نبص كده ايه واحد ايه خرج كلمة ايه السلام عليكم طب نشوف لو دخلنا رقم تاني ولياكن مثلا الرقم اتنين اتنين بديني كلمة ايه بقينها ايه هديني كلمة مرحبا نشوف كده يوداني كلمة ايه مرحبا كده معناه ان الكيس الواحد عندي موجودة فبالتالي كلمة اللي هو قال عليها في الخارج السلام عليكم الكيس اتنين برضو موجودة قال لي كلمة ايه مرحبا ده برنامج سويتش على جمل ترحيب طيب نكتب البرنامج كله كامل ده اللي الكتب بقى في الانتحاد انا بجيبه على جزاء عشان نبدأ نوضحه واحدة واحدة طيب ده بقى شكل برنامج كامل بقى نبص مع بعض كده واحد import java x swing g option b ومتفقين خلاص ان ده الكائن بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج java اتنين public class b b b b b وده اسم البرنامج بفتح بعضها على طول القوص بتاع اسم البرنامج اربع public static void main strange arges وده مين ايوة وده الدلالة الرأسية بتاعت برنامج java وبعضها قوص المجموعة بتاع مين بتاع الدلالة الرأسية اللي هي الفويد مين بعد كده ابدأ في كتابة البرنامج اللي هو مين لو انت q وكقولنا q ده متغير انا بعرفه ان انت يعني رقم صحيح يعني رقم بدون علامة عشرية السطر اللي بعده q انا بأكد هو عشان ادخل q عن طريق مين ايوة عن طريق لوحة المفاتيح q بتساوي integer prince birth integer بأكد انها integer رقم صحيح هبقى اكتب ايه في الادخال ناخد بالنا بقى يجي اوبشن بين تمكائن بتاع البرنامج الجاب هكتب ايه شو input dialogue ايه اللي هتكتبه ادخل الرقم هكتب ايه بقى هيطلع لدى سنة شاشة كلمة ايه ادخل الرقم طيب هنا هبدأ ادخل رقم واحد اثنين تلات تادي همشي مع اي سطر نبدأ بقى في مين في قاعدة switch السطر تمانية switch q انا هبدأ في حالات q ونفتح قص المجموعة بتاع مين ايوة بتاع ال switch الكيس نمبر ون يعني الحالة الاولى لو دخلت الرقم واحد هيقول لي ايه j option b show message dialogue 0 اكتب كلمة السلام عليكم يعني اذا دخلت العدد واحد يطلع لك عشاشة كلمة السلام عليكم نهيت كيس واحد لازم اكتب كلمة break الحالة اللي بعد كده كيس اتنين j option b show message dialogue طب لو دخلت رقم اتنين اطلع لكلمة ايه ايه اطلع لكلمة مرحبا لما بين على متى التنصيص كيس اتنين خلصت لازم ادوس على كلمة اكتب كلمة break ولو واحد ولا اتنين يبقى الحالة رقم تلاتة كيس ري بتقول j option b show message dialogue 0 كيف حالك يعني لو اكتب العدد تلاتة هيديني ايه جملة كيف حالك برضو انخلصت كيس دي اعمل كلمة break ادام كتبت كلمة default معناها ان الكيس الاعونية ما تحقيتش الكيس التانية ما تحقيتش الكيس التالتة ما تحقيتش يبقى طبيعي هروح للكيس لقم اربعة لنهاية بتاعت البلنامج بتاعي اللي هي بتقولي بتأكد علي ان التلات شروط اللي قبل كده ما تحققوش فبعد كلمة default الشرط اذا ما تحققش التلاتة اللي فوق طب هيكتب ايه ازا جبت اي رقم غير واحد واتنين واتلاتة هيكتب ايه نبص كده j option b الكيس بتاعي برنامج java shoo message dailook هتكتب ايه هتكتب كلمة الى اللقاء يعني عليكم السلام بقى الى اللقاء يعني السلام عليكم يعني انت ما فيش الشروط رفاية دي كلها ما تحقيتش فاكتب كلمة ايه الى اللقاء بعدين بساطة الخمستاشر بقى في القصة المجموعة بتاع السويتش بقى نقفل القصة المجموعة بتاع دالة الرأسية اللي هي الويد مين بنقفل القصة المجموعة بتاع مين ايه بتاع اسم البرنامج اللي هو بي 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 طب نبص كده لو دخلنا رقم مثلا ثلاثة ثلاثة واضحة ثلاثة بتقول لك كلمة ايه 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 وكايف حالك نبص كده ايه وكايف حالك طب انا جربت مرة واحد قال السلام عليكم جربت مرة رقم اثنين قال لي مرحبا جربت رقم ثلاثة ايه كايف حالك طب نجرب اي رقم معدل واحد اثنين وثلاثة المفاوض يكتب لي ايه ايه مفاوض يكتب لي الى اللقاء نبص كده انا كتبت الرقم سبعة مثلا هكتب لي طبيعي يكتب لي ايه دلوقتي اكتب لي الى اللقاء نبص كده ايه وكتب الى ايه اللقاء يبدا كان تطبيق مباشر على قاعدة مين السويتش كده احنا انتهينا من قاعدة فور اعمل بيوم عملية مقارنة بقاعدة ف طب المقارنة زادت وقالنا ف دي لا قاعدتين لاما ف واكتب الجملة الصواب وانهي البرنامج لاما ف واكتب جملة else واكتب بعدها كمان جملة لو فيه جملة او اثنين او شرطة او اثنين او انهي البرنامج بطريقة معينة طب دي جملة ف اللي السويتش وقال السويتش دي لازم تجي معا كلمة كيس يسميها دائما قاعدة السويتش كيس يعني السويتش ومعا حالات اللي هي المقارنة بتاعتي انا واخدنا مثالين مثال المرة اللي فات كان بيتكلم على الالوان اللي هي المقاومات بالالوان واخدنا اذا كان صفر ها يديني سود واحد ها يديني بني اثنين ها يديني احمر ثلاثة ها يديني برتقالي واخدنا النهاردة السويتش كمان على ايه على جمل ترحيب لاربع جمل ترحيب واحد هيديني السلام عليكم اتنين هيكتب كلمة مرحبا تلاتة هيكتب لك ايفا حالك ولا واحدة دي ولا دي ولا دي بأي حاجة غير كده هيكتب لك كلمة ايه ايوة الى اللقاء كده اف خلصت وسويتش خلصت نبدأ نخش في قاعدة كتيرة عندنا اللي هي قاعدة الدوران نحن بنسميها اللوب اللي بنسميها جمل الايه الدوران اللي هي الحلقات التكرارية اول حلقة عندي اللي هي مين ايوة انا عندي ثلاث حلقات تكرارية حلقة الاولى هي الفور لوب بنسميها قاعدة فور الحلقة التانية اللي هي الويل لوب وبنسميها قاعدة هويل حلقة التالتة هي دو هويل لوب وبنسميها قاعدة دو هويل يبنا عندي كم حلقة تكرارية اذا كانت في الشروط عندي قاعدتين اف و سويتش في حلقة تكرارية عندي ثلاثة ايه هم التلاثة الفور لوب والهويل لوب والدو هويل لوب نبدأ باول قاعدة عندي ليمين أيوة ليرفول لوب أو قاعدة فور قاعدة بتقول لي إيه نبص حصلت كده كويس أوي نحفظ قاعدة فور دي عشان قاعدة فور دي مهمة جدا بتنفعنا كتير أوي وفور باستخدمها في عملية العد التصاعدي تنازلي الأرقام هبق قاعدة تصاعد وراء بعض تنازل وراء بعض بفرق بفرق ثابت على اللي ما فقاش فرق عشوائي لا لازم قاعدة الدوران دي باستخدمها في الفروق السابتة بابن رقم رقم طيعت على طول فرق واحد على طول قاعدة بتقول لي إيه فور انتريزيشن بعدين فصلة منقوطة بعدين بعدين فصلة منقوطة بعدين انكريمنت بعدين بافل كسين بتوع فور إحنا تفقن قابل كده وقلنا أي قواعد ما بين كسين ما بحطش بعدها سيمي كولون ما بحطش بعدها فصلة منقوطة فإنها واضحة وصريحة فبعد كلمة فور بعد كسين بتوعهم ما حطتش فصلة إيه منقوطة يبقى أول قاعدة فور بتقول لي إيه فور ما بين كسين أول حاجة إيه انتريزيشن وهنعرف يعني دلوقتي حالا فصلة منقوطة كونديشن يعني إيه اللي بعد كده فصلة منقوطة انكريمنت وقفل الكس بتاع فور بعدين أفتح قوس المجموعة لفور بفتح قوس المجموعة لفور تبقى أكتب إيه؟ هيكتب هنا 6012 62 وهكذا اللي هي أيه؟ اللي هي جمل الفور أي هل جمل المراد تكرارها يبقى بعد فور بقى أحط قوس المجموعة بتاع أمين؟ بتاع فور وبعدين أحط 62 62 63 وهكذا اللي هي جمل مين؟ اللي هي جمل فور أنا هبدأ أعد تبع ذاك معه مع العد هضرب مع العد هطرح مع العد فبقى كل الجمل بتاع الطفور تتحطن بين قصين مجموعة الطفور اللي هو القزة والقزة طيب ايه بقى انتريزيشن ويهه الكنديشن ويهه الكريميند انتريزيشن ودي اللي هبدأ من عندها العد انا هبدأ من واحد لمية يبدأ رقم واحد هبدأ من مية الواحد يبدأ رقم مية هبدأ من واحد لحد خمسمية تبدأ رقم واحد هبدأ من عشر لحد عشر تبدأ رقم عشر يبقى الانتريزيشن معناها ايه أيوة معناها القيمة المبدئية التي يبدأ عندها العدل اللي يبقى نسميها بالعربي بداية العدل طيب إيه هي الكونديشن؟ الكونديشن معناها الشرط الشرط يعني إيه؟ أنت تعدل حد كام من 1 إلى 10 يبقى يعدل حد 10 من 1 إلى 100 يبقى يعدل حد 100 من 10 إلى 1000 يبقى يعدل حد 1 يبقى ديه معناها إيه؟ الشرط أنت تعدل حد كام حد العدل أنت عاوز تعدل إيه؟ طيب أنتريزييشن معناها الكيمة المبديئية التي تبدأ عندها العد الكونديشن معناها إيه الشرط الله ما ليهه الكريمينت دي الكريمينت دي ن beliefsUD مقدار الزيادة وسعها تبقى مين تبقى décrement اليمين مقدار لن نقص يبقى سوى الهاتفة الكريمينت او décrement معناه مقدار إيه ليه ما هزود ليه ما هناقص يعني بقية توفور تقوله إيه بقى فور بتقول ماLabين قوسين أنتريزييشن و أنه معناها إيه أيها القيمة المبدئية التي بيبدأ عندها العد سيمي كولون كونديشن كونديشن هو مين هو الشرط أنا أعد لحد مين سيمي كولون مين انكريمنت أو ديكريمنت مين مقدار الزيادة أو مقدار النقصات إمتى أقول انكريمنت وإمتى أقول ديكريمنت أو إمتى أحط الشرط إلى ألف أو إلى خمسمية أو إلى واحد الفرق في الشرط اللي بدأت متفين عليها لو أنا مثلا أعد من واحد لحد مية يبقى البداية عندي وليكن إيه بتساوي واحد مثلا أتعد الحد كام الحد مية يبقى الشرط هنا اللي أنا أحطه أقل من أو بتساوي مية أو الشرطة بقول إيه أدم بطلع تصادي بقول أقل من أو بيساوي اللي الكريمنت هنا كام الزيادة كام أنا قلت واحد نين تقطة أربعة لحد مية بزيادة هنا واحد وأنا أعرف أزود واحد إزاي وأنا أقص واحد إزاي أزود أربعة ازاي انا اصل بعض ازاي? انا عارف ان شاء الله مع بعض دلوقتي. طيب لو انت عملت تنازولة بقى. تنازولة يعني ايه? هابتعد من مية لحد واحد. يبقى هنا في الاندروجيشن البداية كام. ايوها صح كده? هنا تبقى البداية مية. طيب ايه الشرط? تبقى الكونديشن بتاعتي. همشي لحد كام? لحد واحد. يبقى زجاة مية. ما جبتش الواحد يبقى لسه. مية أكبار من الواحد. تساعة 40 أكبر من واحد 98 يقベر من واحد يبقى الشرط يبقى ايه في التصاعد كنت بيقول أ Najم من أو بتساوي في التنزول يبقى العكس بقول أكبر من أو بتساوي ليه أكبر من عشان يبدأ بالكبير بجبقى من يبدأ بالكبير للصغير فبقول أكبر من أو يسوي ده الشرط بتاعي أنا لما أجدأ أجوم التصاعد يعني من الصغير للكبير بقول أصغل من أو يسوي يبقى نأخذ بنا الشرط هو ده المهم البداية سهلة الشرط مشكلة بالنسبة لازم يعارفوه كويس أولا عشان نفهمه سهل أول موضوع لو تصعضي بقول أقل من أو يساوي حسب الشرط لو تنازلي أكبر من أو يساوي حسب الشرط العاوية ستقول أقبر من وسنتم لأقول أكبر من أو يساوي أقل من أو أقل من أو يساوي يبقى ثاني في التصعض يبقول إيه؟ أيوأ بقول أقل من accord الشرط بتاع كده كل تب في التنازي أكبر من طب إن كريمنت مت اقول زيادة مت اقول نصان حسب ما انا شغاة あの رجل بيقول لي من واحد لحد مية يعني واحد ضيادة ربعة يبقى انها ما زود ايه? يبقى انها بزوده كل مرة زود واحد تب قال لي واحد اربعة سبعة كل المرة زود كام? تلاتة قويس اوة. اما العكس اللي تبدأ من مية لحد خمسة هتبدأ مية تسعة وتسعون سعين وتسعين سبع وتسعين وبسعين سبع وتسعين وبقى خ heavة لحد خمسة يبقى شرطينا بتاعي أكبر من أو بيسوي 5 وكل مرة بناقص يبقى كل مرة بناقص 1 طب لو قال لي 1 بعدين 5 وبعدين 9 وكذا يبقى كل مرة بزود كام 3 طب لو عكس قال لي من 20 17 14 وكذا يبقى أنا كل مرة بناقص كام بناقص 3 يبقى أخد بالي جملة 4 كلها جات في إيه جات في سطر 1 4 بعد كده بداية العد بعدين الكونديشن اللي هو الشرط بتاعي أنا أكبر من أو أصغر من أنا تصعودي يبقى أصغر من تنزولي يبقى أكبر من وبعدين اللكريمنت أو الديكريمنت اللي أنا بالزيادة أو بالنقصان بعدها بكتب جمل إيه برنامج الفور أو قاعدة فور نبص كشوية أمثلة بسيطة لأولا إذا كان العداد متتالي أهو بقى بالزيادة كام 1 خد بالناقصة شو ديه مهمة أولا بزيادة 1 زي إيه مثلا مثل العد من 1 إلى 100 أنا أعد من 1 إلى 100 1 2 3 4 لحد ما أصل للم كام لمية كل مرة كده بزود كام بزود 1 خد بالك بقى الزيادة 1 بقى كام بص كده كتبت فور البداية عندي كام أيها البداية عندي 1 أيها دي البداية انتريزيشن اللي هو إيه بداية العد 1 الشرط بتاعي كام أيها احنا قلنا بمن الرصادي بكتب أقل من أنا ماشي لحد كام ولي لحد مية كتبت الرمز الأي بتاعتنا اللي أنا بدأتها بواحد أقل من أو بتساوي 100 إيه طب كل مرة بزود كام بزود وحد كتبتنا هنا إيه زائد زائد ايه دي خدناا أبدا كتب زائد زائد ايه معناها زود على ايه واحد ايه معناها كتب يبقى دي معناها إيه معناها زيادة واحد على المنتغر اللي عندك المنتغر عند اللي هو اسمه إيه اللي هو اسمه إيه يبقى إذا كان عندنا بعدي من 1 ل100 زيادة كل مرة واحد 1-2-3-4 قعدة فور سهلة خلص ايه فور افتح كوز بتاع فور انت انت ليه عشان اقول بس ان المتغير ده عدد صحيح يعني بدون علامة عشرية ينفع حط فلوت ينفع حط فلوت حسب الارقام اللي جاي لكن انا بأكد بس ان هي من واحد لمية يعني ارقام صحيح فقلت انت البداية عند كام ايه البداية عنده واحد يبقى ايه بتساوي واحد فاصلة منقوطة الكونديشن الشرط بتاعي انا بطلع تصاودي تصاودي قلنا بقى مكتب ايه ايوه برافا عليكو كده بكتب كلمة اقل من فانا يمشي لحد مين لحد مية فبقول اقل من او بتساوي مية يبقى ايه اقل من او بتساوي مية تبقى انا كل مرة بزود كام بزود واحد يبقى زائد زائد ايه ده اول مثال ان انا بكتب من واحد لحد مية بس كل مرة بزود واحد يبقى عرفت ان زيادة واحد ببرا عن ايه ايوه برا عن زائد زائد ايه او الرنز بتاعي طيب ناخد مثال تاني لو قال لي اذا كان العدد متتالي متتالي يعني ورا بعض يعني الفرق بين الرقم واللي بعده رقم ثابت بنقصان واحد كده هنقص واحد وهينقص واحد مرة مرة انا كدزود واحد هنا هينقص واحد والده المسال بيقول لي العدد من 200 الى 5 ناخد بالنا يعني هعدي من كام يعني هعدي من 200 يعني البداية بتاعة 200 هوصل لحد كام لحد 5 ناخد بالنا في التنازلي اكبر من الأصغر من من أكبر من أاصغر من أكبر من فكر آيوة 10 اقلنا في التنازل بمettyب آية صح كده بروف عليكم في التنازلي بكتب أكبر من، هنا يبقى أكبر من أو ساوي 5 طب أنا بقول NUK SAN في الزياده كنت أقول زائد زائد يعيبareth NUK SON هكتب поي أيوة صح كده فالنقصان هكتب نقص ناقص كلمة ناقص ناقص يعني نقص واحد كلمة زائد زاد يبقى زود واحد نجي نبص هنا بقى المثال اهو انا خبانة بالبدأ الله بتقول ايه ايه واضحة ايه 4 هبدأ من كام من البداية البداية عن تانية كام متين ايه 4 انت ايه بتساوي متين لابداية العد اللي انت لزيش يقولن Shangani ايه ايه ويدا صحة كده اللي هي بداية العد هوصل لحد كام لحد خمسة بمن ان تنازلي فبحط علامة اكبر من يبقى ايه اكبر من او بتساوي خمسة انا كل مرة بنقص واحد كل مرة بنقص واحد فعملت ايه ناقص ناقص ايه في زيادة زائد زائد في النقصان ايه ايه ناقص ناقص هنا واضحة خالص ايه انا همشي من 200 لحد 5 كل مرة بنقص واحد بقيت البداية عندي الانترانزيشن 200 همشي لحد كام لحد 5 فقلت ان الايه ايه اكبر من او بتساوي 5 بعدين بنقص واحد فقلت ناقص ناقص ايه طب نشوف مثال كمان مثال بيقول لي ايه اذا كان العداد متتالي بالاعداد التالية ناخد بالنا بقى هيكتب ايه خمسة بعدين عشرة بعدين 15 حد ما وصل لكام حد ما وصل لتلتمية اخد بالي تاني من المثال مثال بيقول لي ايه خمسة بعدين عشرة بعدين 15 لحد كام نقط لحد كام حد 300 فرق بين خمسة وعشرة كام خمسة حلوة فرق بين عشرة ومشار كام خمسة معنا كي انا كل مرة بزود كام ايه كل مرة بزود خمسة ناخد بالنا بقى فور هتبقى ايه فور هتقول لي ان البداية عندي كام البداية عندي كام ايه البداية عندي هناكت خمسة صحة كده فور هتقول لي الانتراليزيشن بتاعتك انت الايه بتاعتك انت اللي انت اعترفها انتجر هتساوي خمسة حلوة يبقى البداية عندي خمسة طيب انا ماشي لحد كام الحد 300 تصعودي اكبر من اللي اصغر من نفكر مع بعض كده ايه يبراف عليكم وانف تصعودي يبقى اصغر من يبقى انا كل مرة هقول لي ان ايه دايك اصغر من او بتساوي 300 انا بدي من 5 لحد موصل لحد كام لحد 300 طب انا كل مرة هزود كام ايه وهنا قال لي كل مرة هزود كام خمسة في الزيادة العادية لياه واحد كنتقول زائد زائد ايه خلص زود على ايه واحد لكنها متقولش كده ينعرض زوت خمسة فقول له ايه هقول له ايه زايد بتثوي خمسة ايه زاء بتثوي خمسة معناها ايه معناها زويت على ايه خمسة طيب الخمسة اللي ايه كدب كم في الاول خمسة نقاذى اللي خمسة تبية كم لحد عشر وارجعتنا نقرأ انا اوصل لحد كم 300 نقاذى لعشر خمسة تبية 15 جيب 300 ليس نقاذى علي كمان 5 تبية عشرين جيب 300 لسه مشى حد كم لحد كم ايه والحد تلتمية نبص كده هل احنا قلنا ده صح ولا غلط نبص كده اهي واضحة ايه البداية عندي كام صح كده ايه بداية انت ايه بتساوي خمسة ادي البداية انت لازيش عندي البداية بتاعت خمسة زي ما كان مكتوف في المساء انا همشي لحد كام همشي لحد تلتمية طيب تلتمية تصاعد ولا تنازلي تصاعدي ايه بحط علامة ايه 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 بحط علامة اصغر من او يساوي علامة سهلة واضحة ايه طيب انا كل مرة هزود كام ايه كل مرة هنزود خمسة فعملنا ايه ايه زائد اهي واضحة ايه بتساوي خمسة اخد بالك من دي كويس اوه لو بزود ثلاثة اكتب ايه زائد بتساوي ثلاثة بزود عشرة بكتب ايه زائد بتساوي عشرة بزود عشرين بكتب ايه زائد بتساوي عشرين بزود واحد هو حد تكتب ليه ايه زائد بتساوي واحد لا طبعا بقت غلط غلط ليه لين هي هي البرنامج فاهم ان زائد زائد ايه معناها زود واحد حتى كتبت ايه زائد زائد قدامت انزاد هو عارف ان دي معناها ايه زود واحد يبقى المثال ده كان بدء من خمسة البداية بتاعتنا مشي لحد كام من حد تلتمية فورت اظهر من او بتزود تلتمية بس مش خمسة ستة سبعة لأ ده خمسة عشرة فكل مرة بيزود كام ايوة بيزود خمسة طيب نشوف مثال تاني مثال بيقول لي ايه اذا كان العداد متتالي بالعداد التالية نبص بقى يعدي من كام نخباننا البداية عندنا هنا كام بداية عندنا هنا ربعمية وعشرة اهي قدي البداية عندنا ربعمية وعشرة بعدها كام ربعمية وسبعة بعدها كام ربعمية واربعة لحد كام لحد تلاتة ربعمية وعشرة قطح ربعمية وسبعة يبقى بقى كام تلاتة صح كده ربعمية وسبعة 704 يبقى 3 يبقى أنا كده بنقص في كل مرة كام أي بنقص في كل مرة 3 أخباننا كده هون أنا بنقص في كل مرة 3 في فرق أزود يبقى تصعودي بنقص يبقى إيه يبقى تنزول هنا بنقص في كل مرة 3 البداية عند كام أي البداية عند 410 أصل لحد كام 3 يبقى الانتلازيشن بتاعتنا البداية بتاعتنا في العدد ده 410 همشي لحد كم لحد 3 تنازلي أكبر من وللأصغر من أيها نفتقض كده مع بعض تنازلي معناها أكبر من اللي بقى الشرط بتاعنا أكبر من أو بيساوي 3 تمام هنا بقى نقصان ناقص إيه ولا إيه ناقص ناقص ولا دي ولا دي ليه ولا دي ولا دي عشان قلت هنا في الفرق الفرق بين 410 و beats 7 كم 3 بقى كل مرة ناقص كم ايوا كده كل مرة بناقص 3 هنا اكتب الشرط ايه الدكريمينت بتاعت المقصام بتاعي الكتب ايه ايه ناقص بيساوي 3 نبص كده احنا قلنا ده صحة ولا غلط 4 انت ايوا البداية كام صح كده بداية 410 انت الايه المتغير الصحيح اللي عندك بدايته كام 410 طيب هو هيمشي لحد كام هينزل هينزل بما انه هينزل انا تنازلي يعني الشرط بتاعي يكون ايه الكوندشن بتاعي يكون ايه ايوا يكون اكبر من فقلت ان الايه بتاعتك اكبر من او بتساوي 3 تمام او كده يعني انا همشي لحد 3 تمام طيب الايه بعد كده كام انت بتنقص كام كل مرة بتنقص 3 يبقى انا كل مرة بنقص كام بنقص 3 طيب لو بنقص 4 اكتب بنقص 5 بنقص 5 ايه نقص بتساوي 5 تمام كده لكن المثال انا بقدروا 110 و 107 و 140 لحد الرقم كام لحد الرقم 3 تمام ناخد اول مثال عندي بقى مثال كبير بقى شوية لا مثال دا احنا كنا بنفكر مع بقى ازاي اكتب تصعودي ازاي اكتب تنازولي ازاي زائد زائد او ايه ازاي زائد او زائد زائد ايه لو ازود واحد او ايه زائد بالسوى خمسة ازاي بالسوى عشر ازاي بالسوى اتنين يعني ازودت اكتب من واحد بكتبها ازاي واذا حكست ازا كنت بناقص ايه ناقص ناقص دي معناها ناقص واحد ناقص ناقص ايه برضو معناها ناقص واحد ايه ناقص بتساوي اتنين معناها ناقص اتنين ايه ناقص بتساوي خمسة معناها ناقص خمسة ايه ناقص بتساوي عشر معناها ناقص عشر دا الايه ايه الانكريمنت او ديكريمنت قلنا في الكونديشن بتاعت انا او الشرط بتاعي انا إذا كانت تصعودي بكتب أصغر من أو يساوي حسب الشرط بتاعي طبعا إذا كانت تنزلي بكتب أكبر من أو يساوي ودائما بداية العدد يلا بحطها في أول قاعدة 4 اللي اسمها انترايزيش فناخد كده بقى برنامج حلوة على 4 شوي برنامج بيقول لي مستخدما جملة 4 المطلوب عمل عداد تصعودي حلوة أول واضحة وصريحة هعمل عداد تصعودي يبقى أنا من الأول عارف أن هكتب الشرط بتاعي أيوة أكبر من حلوة أول كده عداد تصعودي يبدأ في العد من القيمة واحد يعني هيبدأ من واحد حتى القيمة X يعني هنتي عند كام X دي كام هو يقول لي في البرنامج X هو عايزة كام مرة عايزة 4 مرة عايزة 5 مرة عايزة 6 حسن ما يقول لي في البرنامج على أن يتم إدخال قيمة نهائية تلعد من وحدة المفتيحة على أن يتم إدخال قيمة نهائية العد من وحدة المفتيحة من قيمة نهائية العد اللي هي X يعني أنت عايزة X بكام يعني يبقى برنامج ده بيقول لي أنت هتعدي من واحد لحد X كل مرة هتزود واحد إنه لها عدات تصعودي هو لحد X X له 4 يبقى تعد 1 2 3 4 X له 100 هتعد 1 2 3 4 لحد كام لحد 100 عايزة بيقى صورة برنامج يكتب الكلام ده بس أخذ ده لي أني قال لي أن X هنا أنت خش عن طريق مين أيوة أنا هدخلها عن طريق الوحدة المفاتيح اللي هو مين أيوة اللي هو شو input dialogue مهمة جدا أبقى عارف الإدخال إيه والإخراج إيه مهمة أوي أنا بأكد عليها دي عشان بطلق بطلق ساعتها كتير قوي في الانتحال في الإدخال شو input dialogue في الإخراج شو message دي نبص البرنامج أول خمس طور في البرنامج سابتي import java x string option pain بعدين public class bbb وده أنا ده اسم البرنامج وده أنا بكتبه زي ما أنا عايز بأكد تاني هو بكتبه زي ما أنا عايز حسن مونة زياد جمال أي حاجة أي حاجة أنت عاستي اكتبها اكتبها أنا حط برنامج بتاعتي كلها هسميها bbb عشان اكتبها نيرموز وانا بأفضل اكتب الأسماء بتاعتي أسماء البرنامج كلها رموز يفضل يعني وفي كتاب كاتب حسن مرة كاتب دعاء مرة فانا بأفضل اكتبها رموز عشان ما تبقاش يطلع اسمك مثلا هو الاسم اللي في الوراة الامتحال أكدناها علامة لأ رايح دماغك واكتبها رموز يبقى اتنين public class bbb اسم البرنامج ثلاثة بفتح الكوز بتاع اسم البرنامج أربعة الدلة الرأسية public static void main strange arches ودعنا اسمنا الدلة الرأسية بتاع البرنامج الجاب أو الدلة الرأسية خمسة بفتح الكوز بتاع مين بتاع الدلة الرأسية ستة كتابة البرنامج شوف كتابة البرنامج بقى انت اكس وقال لي الاكس ده متغير انت هتدخله فانا بعرفه ان انت يعني اكس متغير صحيح انتهو قال لي دخلها انت روحت المين ايوة انت روحت المفاتيح فانا بدخلها انت روحت المفاتيح اكس بتساوي انتجر بيرس انت جي اوبشن بين شو انبوت ديالوج بأكد عليها هو ايوة شو انبوت ديالوج هدخل نهاية العداد يعني الاكس بتاعتك اخرها كان يعني انت هتعدي من واحد لحد كان تمانية فور قعدة فور هي سابتة بقى صريحة ايه انت ايه بتساوي واحد البداية عندي كام نفتكر البنمج كان قال لي بداية كام ايوة البنمج كان قال لي ان البداية واحد فور انت ايه بتساوي واحد فاصلة منقوط الشرط بتاعي انا انت هتعد لحد كام هتعد تصعودي لحد اكس تصعودي معناها ايه ايوة تصعودي معناها علامة اصغر من فقال لي ايه اصغر من او بتساوي النهاية النهاية عنا مسميها ايه ايوه انه نهاية عنا مسميها اكس فتبق ايه اصغر من او بتساوي اكس في كل مرة هتزود واحد بكتب ايه زائد زائد ايه ممكن ما راح تنكتب له ايه زائد زائد في الحالتين هي زيوع haben يعني هها زود على ايه واحد يبقى فورك بتقول لي ايه البداية عندك ايه بتساوي واحد انت هتمش لحد اكس يسوها عدي فقلت الايه اقل من او بتساوي اكس بعدين كل مرة بتزاوه ده واحد فعملت زائد زائد ايه عملت الشرط بتاعك بتعفور هو عاوز يخرج الايه اللي من واحد لحد اكس يبقى تسعة جمة الاخراج شو جي اوبشن الاول هو الكائل بتاعنا جمة الاخراج النال مصدور الحواري بتاعنا هتكتب ايه في الاخراج هكتب خرج العداد هكتب خرج الايه العداد زائد ايه يعني ايه اكتب خرج العداد زائد كمان كلمة ايه لا طبعا نفتكر هو حد ينسى قلنا كلمة زائد ايه معناها و الخرج ايه اللي بعد كده ايوه ازا كان عندي خرج واحد بتكتب حاجة واحد حرف واحد بنعمتين ضصيص بتكتب حرف الواحد لو عندي خرج ايه ايوه بكتب بينهم من بعض علامة زائد بتاعت خروج يبقى زائد زائد يعني مرة زائد ايه معناها و ايه كتب زائد بي و بي زائد س و س يبقى كلمة زائد هنا معناها ايه ايه معناها فاصلة يعني هنت عاوز خرج العداد وكمان كلمة الايه عشرة القص ده المهم بتاع البرنامج ستة انت اكس وانا ستة انت اكس اللي ايه ايوه اكس المتغير اللي انت معرفه انه انتجر انه هو عدد صحيح يعني عدد بدون علامة عشر بتأكد انه عن تلوحة المفاتيح ببسطة رقم سبعة سبعة بتقول لي ايه اكس بتساوي انتجر يعني اكس انتجر يعني اكس عدد صحيح بيرس انت ايه العدد الصحيح هتدخله ازاي ايوه جي اوبشن بين الكائن بتاع برنامج الجافة هتكتب ايه في مربع الحوار بتاع الداخل هتكتب ايه بقى ايوه انا عمتون تنصيص كتبلك ايه ادخل نهاية العداد يعني انت عايز اكس بكام باربعة بثلاثة بخمسة زي ما انت عايز تمانية قاعدة فور بقى وميزة فور انها كلها قاعدة فساط واحد فور انت بعدها بداية العداد بداية العداد عندنا كام ايوه واحد فور انت ايه بتساوي واحد يعني البداية عندك بتساوي واحد سيمي كولون او فاصل منقوطة انت عداد تصاودي تصاودي يعني ايه ايوه تصاودي يعني اقل من هتمشي لحد مين لحد نهاية العداد نهاية العداد اسمها ايه اسمها اكس ايوه كتر تيب عشان بقى عارفين حتنتك بتكلم في ايه يبقى انت ايه بتساوي واحد البداية واحد سيادتك هتمشي لحد اكس فعملت تصاودي فعملت ايه اقل من او بتساوي اكس في كل مرة بتزود واحد فقلت زائد زائد ايه يعني من واحد لحد اكس بس كل مرة بتزود واحد مرة تبقى واحد اتنين لحد نصل لحد اكس طيب خلاص صفور اه انت عاوز تخرج ايه عاوز تخرج ايه يبقى تسعة اخرج ايه جي اوبشن بين شو ميسج بيالوك اتخرج ايه في الاخراج بعد كلمة نال ايوه ايه هو خارج العدات هيكتب لك جملة خارج العدات تو باية خارج العدات انت عاوز تخرج مين عاوز تخرج ايه عشان شكتبت الخارج التاني ايه زائد ايه يعني وا ايه معناها كتب معناها وا ايه 10 عافلت القوس بتاع خمسة اللي هو مين اه او هو الدولة الرقصية وبعدين القوس التاني بتاع مين بتاع اسم البرنامج تابنشوف احن ندخل اكس بنشوف كام هو ناشو الن Stellung اي Nós عمددخل هنا بكام اه اوى بخمس يعني يoice عداد عندي هنا كام؟ خمسة. هبدأ برقم كامل اول. اول نكام. يبداية كام. اه يقول لبداية كات واحد. نبص كده. اهو. كتب خرج العداد واضحة. خرج العداد واحد. هو يمشي لحد كام؟ يمشي لحد خمسة. يعني هياخد اول مرة واحد. تاني مرة هيلف يجيب لي كام؟ هيجيب لي كام؟ احنا بزود كام؟ اه يبداية واحد. يبقى هيخرج كام بعد كده؟ صح كده? اتنين بص كده؟ اه خرج العداد بكام؟ صح؟ باتنين. اللي بعده وفي بعده آه مش لحدة خمسة. يبقى لسا عد حد خمسة. نكمل بقى اتنين. اللي بعده كام؟ صح اه خرج العداد تلاتة. لسه اه لسه. لسه الشرط ما بتحققش. شرط نازم تحقق. شرط بقولي ايه؟ قال لي من او بيسوي خمسة يعج ما وصل لحدة خمسة نكمل. اللي بعده كام? ايوا الي بعد 40. ده خرج الاعداد. في تاني. اه في تاني خمسة او خمسة مش احنا اقولنا كده مش هو كتب في البرنامج جوه ادخل نهاية العداد اللي هي اصغر من او بتساوي قال لي كام خمسة يبقى انا عدي من واحد لحد خمسة او اعده مرة واحد مرة اتنين مرة تلاتة مرة اربعة مرة خمسة وده كان قاعدة فور صريحة ووضحة ان انا امشي من واحد لحد اكس اكس عملتها بخمسة فمشي من واحد لحد كامل لحد خمسة طب ناخد البرنامج كامل بقى ده اللي هكتب في الانتحاد انا بجزاقه بنقول عشان نوضحه جزء جزء ناكدنا ده برنامج كاملا بقى اما تطلب لنك بقى في الانتحاد اتكتب كده واحد امبورت جافا اكس اسوينج جي اوبشن بين الكائن بتاع مكتبة شاملة بتاع برنامج الجافا اتنين بابليك كلاس بي 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 وده اسم البرنامج تلاتة بفتح قوص بتاع مين ايوا بفتح قوص بتاع اسم البرنامج اربعة بابليك استاتيك فويد مين استرينج ارجيس وتدالة الرئيسية بتاع برنامج الجاب اللي هي الفويد مين بما ان اتكلمت عن الدالة الرئيسية بفتح قوص بتاعها لرقم كام خمسة يبقى قوص خمسة بتاع الدالة الرئيسية قوص ثلاثة بتاع ايوا بتاع اسم البرنامج ستة المتغير بتاعي متغير بتاعنا مسميه ايه هو قال لي في الاصل البرنامج قال له اسم اكس فانا بأكد عليه ان اسم اكس انت اكس و اكس دي معناها ايه ايوا اكس ده متغير انت يعني متغير انتجر يعني متغير صحيح يعني كتب ارقام بدون علامة عشرية وهو كان قال لي في البرنامج دخل عن طريق مين عن طريق جمة الادخال عن طريق ريحة المفاتيح فانا بأكد عليها في سطر رقم كام ايه سطر رقم سبعة بأكد هون سبعة بتقول لي اكس بتساوي انتجر يعني اكس ده عدد صحيح بيرس انت انت برضو بجيء من كلمة انتجر بأكد انه انتجر ادخاله ايه بقى جي اوبشن بين الكائن بتاعك هيقول ايه الكائن بتاعك ده ادخاله ولا اخراج كام بتاعه ده ادخال شو امبود ديالوج ايه مربع الحوار بتاع الدخل لا شو امبود ديالوج ايه مربع الحوار بتاع الدخل هتكتب فقل بي ايه باكتب فقل بيه ادخل نهاية العداد يعني انت عاوز اكس اخر هكام انت بدء من واحد زي ما قال في برنامج هاتينا عندي كام حاسم ما يقول لي احنا عملناها خمسة ما كون حاجة اكتبه اربعة ما كون حاجة فيه بمية انت حر تمانية خاصة انا كده اعملت اكس وطول جملة الادخال انت رحت المفتيح تمانية قاعدة فور بتاعتنا بقى لانا فتحة فصتها بقى قاعدة بتقول لي ايه وميزة فور انا اقول لها سطر واحد فور بعد فور بنكسين اول حاجة عندي تقابلني بداية العد انا هبدأ من واحد فور انت ايه كمتغير ايه بيسوي كام ايوه بيسوي واحد البداية بتاعتي العدد واحد او الرقم واحد سيمي كولون او فصل المنقوطة انا همشي لحد كام همشي لحد اكس اللي هي نهاية العداد بمني هطلع تصاعدي فقلنا ايوه ما ننساش حاجات دي مهمة اوي عش كده اعمل اكد عليها بمني هطلع تصاعدي فبقول ايه اصغر من او يساوي ايه اصغر من او بتساوي اكس عشان بتصاعدي كل مرة بزود كام بزود واحد فقلت زائد زائد ايه يعني زود على ايه واحد ايه ما نهاية كده طب دي فور انا عاوز اخرج بقى انا خلال كبابتك المتفور هو ارى واحد اخرج واحد بنرجع تاني لوحده هيقرأ اثنين ويخرج اثنين لحد كام لحد ما وصل لأكس اللي اكس اللي ايه لنهاية العداد تسعة الاخراج بتاعتنا بقى اللي رقم واحد الاول مثلا يعني تسعة جي اوبشن بين الكائن بتاع برنامج الجافة اللي هو هنا اخراج سطر سبعة كان جي اوبشن بين اللي هو مين ايوة اللي هو ادخال تسعة جي اوبشن بين بتاع الكائن بتاع مين ايوة كائن الاخراج جي اوبشن بين في سطر رقم تسعة شو ميسج دايالوج هتكتب ايه في مربع الحوار بتاع الخارج نل والخارج شو ميسج دايالوج مربع الحوار بتاع الخارج اذا تكتب في ايه تكتب في خارج العداد بس لا خرج العداد و ايه قلنا كلمة و و ايه معناها زائد ايه طب و ب يبقى زائد ب و س زائد س ما ننساش الكلام ده كواس اول هنا عاوز يطلع كلمة خرج العداد وكمان يطلع قيمتها يبقى كلمة خرج العداد بتكتب بينها على 200 تنصيص وقيمتها زائد ايه صح كده وبعدين قفلت القوس بتاع بتاع مين هو اول قوس بتقفل بتاع مين نفتكر كده بتأسم برنامج ولا بتعدل رأسية ايوه او القوس بيتقفل بتعدل رأسية او القوس التاني بتاع اسم البرنامج كده يبقى انتهينا النهاردة الحمد لله من شرح سويتش كيس وخدنا كمان قاعدة ايه قاعدة فور وخدنا عليها شوية امثلة بسيطة بينخدنا برنامج على قاعدة فور صريح بيبدأ العد من واحد لحد ما انتهي عند ايه عند اكسي ان شاء الله بإذن الله نكمل المرة الجاية برضو مين ايوه قواعد الدوران لقاعدة فور او قاعدة هويل او قاعدة دو هويل بإذننا نتقابل الحلقة الجاية واللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة